موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام من الرافدين أهلا بكم إلى هذه المتابعة الخاصة لآخر تطورات تظاهرات ثورة تشرين وخروج بغداد والمحافظات بتظاهرات مستمرة لإسقاط النظام بينما لا تزال الكتل السياسية والبرلمان ورئاسة الجمهورية لا تزال في حيرة من أمرها لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة وسط الشارع الرافض تماما لأي مرشح تختاره الأحزاب سنبحث ذلك مشاهدين الكرام في هذه المتابعة الخاصة مع ضيفنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رفع الفلاحي مرحبا بك مرحبا بستر نصير مشاهدين الكرام فاصل قصير ونبدأ أهلا بكم جديد مشاهدين الكرام من جديد في هذه المتابعة الخاصة لآخر تطورات أحداث ثورة تشرين المتواصلة في العراق في بغداد والمحافظات دكتور رفع الفلاحي مرحبا بك من جديد عليكم الله كتب الواحد السياسي دكتور إذن متظاهروا بغداد وباقي ساحات الثورة في جميع أنحاء العراق نددوا بقانون الانتخابات واختيار مفوضية انتخابات تابعة لهذه الأحزاب كيف تنظر إلى هذا الرفض من المتظاهر الثورة بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ نصير بداية يجب أن نتحدث أنه هل كانت هذه القوى ستستجيب للثورة وتحقق ما تطلبه الثورة أم لا من البداية على المتظاهرين كانوا يدركوا وهم يدركوا أن هذه الطبقة السياسية كل أطراف العملية السياسية من أعزاب وقوى وشخصيات هذه تقف بالضد منهم تماما وتعتبرهم قوى معادية تعتبرهم عدو وتعاملهم على أنهم عدو دعك من الحاديث عن الدمقراطية التصريحات العالمية التصريحات نحن معكم نحن وكذا مطالبكم نستجيب لها معرف منه تعالوا نتحاور هذا كلام كل مجرد دعاية للإعلام لكن واقع الحال هم يعتبرونهم عدو وصرحوا بذلك بشكل علني وبشكل عملي عندما يقتلون الناس عندما يعتقلوهم عندما يتهمون بأنهم شغب بأنهم أولاد السفارات بأنهم تابعين لقوى هذه كلها وهو شعب خارج ضد واء وضع بائس وحال بائس استمر لما يقرب من 11 سنة يعني لو كانت هذه الحكومات التي جاءت من عام 2003 والتي هي حكومة واحدة لأن نفس الأحزاب ونفس العملية السياسية ونفس المكونات تغيير وجوه ربما تغيير وجوه بسيطة أغلب الوجوه هي هي المنهج واحد التوجهات واحدة الرؤى واحدة المشروع واحد محاصصة طائفية واثنية وتقاسم للمكاسب والشعب ذاهب إلى الجحيم لا يهمهم هذا الموضوع هناك حديث عن المظلومية هناك حديث عن آمال وتطلعات كاذبة حقيقة ويرسمونه يعني صورة وردية لواقع بائس والعالم كان يعتقد ما يعتقد يعني هو يعرف قسم منه بس قسم منه مغيبة عنه الصورة بسبب الراوة الأمريكية بسبب التضليل الأمريكي التضليل الإيراني تضليل الأوروبي تضليل الأمم المتحدة الكل كان يعتقد بالعالم أنه القضية العراقية خلاص بعد الاحتلال عانوا العراقين والآن انتهت المشكلة والعراق الآن يعيش ديمقراطية يعيش انتخابات وهذه الكذبة الكبيرة والعراق ذاهب أنا أقول لو كانت هذه كل هذه القوى اللي هي حكومة واحدة مثل ما قلت حققت شيئا للشعب حققت شيئا للعراق لكان يمكن أن يعني تقارع به ممكن أن تناقش به تحاور به تقول أو تبرزه تقول هذا ما حققنا لكن لن تحقق شيئا والشعب بعد 17 سنة هو خرج عشرات بالمئات المرات خرج في كل المدد نعم وخرج لسنوات متعددة والأشهر متعددة يطالب واعتصامات وواجهه بنفس الأسالي طمع القتل والاتهامات والاعتقالات والتنكيل وكل هذه جرت واقتحام ساحات الاعتصام وقتل الناس وقتل المتظاهرين واعتقالهم كل هذا جرت وكنا شهداء عليهم وشهود عليهم نعم بعد كل هذه خرجت هذه التظاهرات والشعب خرج ضد وضع بائز جدا هذه الطبقة تخندقت مباشرة في خنادق واعتبرت أنها دخلت معركة مع الشعب نعم واجهتهم بالرصاص والقتل والاعتقالات والقناصين وسقطوا أكثر من ستمائة شهيد سبعمائة شهيد نعم والعدد الآن أكثر من سبعة وعشرين ألف بين شهيد وجريح نعم وكل المدن العراقية نعم وبالتالي وصلوا إلى حالة لا يستطيعون فضاء هذه التظاهرات هذه الثورة لا يستطيعون القضاء عليها نعم مندسين على قوى دفعوهم باتجاههم نعم وإلى ساحات التحرير إلى محاولة تشويص صورة هذه وحرق ومعرف كثير من العمليات وسائل ترهيب ترهيب أحيانا ترهيب ومحاولة شتى الوسائل صورة تغيير الصورة لحاء بصورة أخرى للعالم لم تنفع بدأ الرأي العام بالعالم يتحرك باتجاه دعم هذه التظاهرات دعم هذه الثورة نعم قالوا سنستجيب نعمل على استجابة للتظاهرات ودخلت قوى هذا وقع الحال دخلت قوى داخل على الأقل ساحة التحرير في بغداد ليساحة الرئيسية لهذه الثورة دخلت قوى أيضا جزء من عندها يعني هي بالحكومة وتنادي بالإصلاح وتنادي بهذا الكلام وتنادي بالوطنية حالة هذا ما سميه بركب الموجه وصلوا إلى حالة أنه سنعد لكم قانون الانتخابات من غير المتوقع من المتظاهرين من أي متظاهر من أي ثائر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشماء وأن ما يكون لا يمكن أن يتوقع أن هذه الطبقة السياسية التي واجهتها بالقتل والتنكيل والاعتقال والذبح وما زالت تواجه وميليشيات بهذا الشكل ممكن أن تعد أي قانون يتناسب ويطموحها أو حتى منتصف طموحها أو يستجيب لبعض طموحها بما يحقق صورة التي يريدها يستطيع تحرك بها أبدا هم الذين فعلوا هذه القوى التي فعلتهم قالوا أن هذه البدلة التي تلبس لنلبسها سياسيا أمام المتظاهرين وبنصائح خارجية وإيرانية تحديدا إيرانية يعني اللي ننزحها ونلبس بدلة أخرى بدلة بقياسات أخرى وبألوان أخرى هذا استجابة لطلبات الثوار واللي وعونة واللي وطنيتهم عالية وإحنا مستجيبين لهم وإحنا وطن واحد وهذا الكلام هذه الدعايات الفارغة اللي ما بيها معنا هم يقتلون وبنفس الوقت يعتبرهم شهداء اللي يقتلوهم يعتقلوهم وينكرون اعتقالهم وورا يوم الثلاثة يطلع القضاء وورا الشهار يقول أطلقنا صراح أنتم قلتوا احنا ما معتقلين أحد شون أطلقتوا صراحهم يعني وهاي آخر القضاء قالوا أنه أطلقنا صراح عام 2651 قبلها بيوم كان الناطق باسم الحكومة يقول نحن نعتقل نعم ما عندنا أحد محتقل نحن نعتقل أصحاب الرأي نتيجة الضغط دكتور هذا التخبط يأتي نتيجة الضغط الجماهيري والثوري هم يعني أولا هذا جزء من استهزاء بالشعب نعم هذا عدم احترام للشعب وجزء من عنده أنه ما كو ديمقراطية و ماكو حرية و ماكو هذا كلام الفارغ كل اللي يتحدثون به هذا خارج 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 حساباتهم و خارج حتى يعني نظرهم وتعاملهم معه هذه هذه حقيقة الحالة نعم فبالتالي أرادوا أن يعدوا شكلا جديدا و يقولون هذا الذي حققنا هناك قوى داخل العملية السياسية مثل ما قلت وهي دخلت كمندسة وجزء من عندها داخل الساحات داخل الساحات و تدعي أنها جزء من الساحات نعم و يوم أنس شاهدنا هذا الموضوع قسم أعلنوا الفرحة بهذا القانون و القانون به عيوب كثيرة و لا تناسب ولكن دكتور اسمح لي اللجنة المنظمة للتظاهرات هنا في البيان لدي يعني أكدت أن هذا قانون قانون انتخابات يكرس سلطة الأحزاب التي دمرت العراق و كان موقفها يعني واضح كيف ترى هذا النضج و الوعي من لجنة المنظمة للتظاهرات اللجنة المنظمة أنا لا يعني لا يمكن إنكار أن كل المتظاهر كل الثوار لديه من الوعي و هذا انتهنا من عنده لا يمكن أن نقشه من قادوا الثورة طوال هذه الفترة أكيد بدرجة من الوعي و بدرجة من الإدراك و بدرجة من الرؤية تفوق و سابقين هذول القوى التي في العملية السياسية خطوات بعيدة التي قال عنهم الفياض أنهم صغار نعم هذول قال لكن في نفس الوقت ألاعيب هؤلاء ألاعيبهم و خصتهم و دناءتهم كبيرة جدا هذه القوى السياسية التي في العملية السياسية لأنهم متمسكين بالكراسي متمسكين بمكاسب متمسكين بأجندات و مشروع لتنفيذ لتدمير العراق يحاولون مراوغة يعني يحاولون بأي طريقة البقاء إعادة تدوير النظام السياسي بطريقة تضمن بقائهم وبقاء النظام أهم شيء بقاء العملية السياسية لأنهم تقتلهم ولا تتحدث عن العملية السياسية والتظاهرات الثورة هذه واحدة من أفضل محاسنها و كلها محاسن إن شاء الله واحدة هي وقفة ضد العملية السياسية إزاعة العملية السياسية لأنه عرفت وين العلة العلة بنيوية في العملية السياسية إن لم تزل العملية السياسية لن يحصل شيء لكنهم كل هذول الثوار ما رشحوا أحد كانوا يطالبوهم رشحوا أحد كانوا يريدون منهم أن يرشحوا أحداً لأي منصب لكي يختالوا بعده أو يخرجوا عليه ملفات ملفقة أو أي شيء المهم يسقطون أهو قتلاً تسقيطاً معنوياً تسقيطاً إخلاقياً أي شيء تسقيط سياسي أو يقبلون به لكن الدولة العميقة كلها هذه دولة الميليشيات تعمل كدولة عميقة العام تشتغل كدولة عميقة تنهي تفشل أو تفشل كل مشاريع وبالتالي للمون المتظاهر هذا اللي ردتوه ونحن خلاص ما قدر يسوي شيء ونرجع إلى القضية هذا بذكاء المتظاهرين بذكاء الثوار لم يتورطوا به وقالوها نحن نريد ما دام أنتم موجودين الآن عدوننا لكن أنا أعتقد وربما هذا رئيس شخصي يعني هذا رئيس شخصي أنا كنت أعتقد أنه على الثوار كان هم يجب أن يعدوا قانون قانون انتخابات نعم ويطرحونه لديهم كفاءات دكتور لديهم كفاءات ولديهم كفاءات أكبر بكثير من هؤلاء الذين عدوا هذا هذا القانون مستنسخ مستنسخ من أي دولة وأضافوا له ما يناسب لذلك أنا قلت هم بدلة جديدة نفس البدلة لكن لونها يختلف قياساتها تختلف بعض المراقبين قال أنه هذا القانون صيغة بأيد إيرانية أكيد أكيد المهم أن يبقي العملية السياسية ويبقي كل القوى مستفيدة من عندهم هم كانوا لديهم سؤال واحد وهم يعدون هذا القانون وأنا سمعتهم الشخص من المعارف الذين سمعوا منهم سمعوا هذا الحديث منهم يقولون أنه سؤال واحد كان يتبادر إلى ذهنهم الجميع عندما كانوا يعدون هذا القانون يسألون نفسهم سؤال هذه المجاميع اللي ألفوها لصياغة هذا هل هذا يبقينا بالسلطة هل هذا يأكل من جرفنا أم لا كل فقرة توضع تأكل من جرفنا لا لا إذا كانت لا تأكل من جرفهم وفيها عملية التفاف يبقونها يقرونها نعم إن فيها شيء من هذا القبيل وناقشوها من كل الجوانب ويستعينون بالإيرانيين إذا كان فيها يعدلوها بما يتناسب وعاء بقاءهم وبقاء مكاسبهم لذلك أخرجوا القانون بهذا الشكل نعم قالوا أنتم تريدون انتخاف فردي؟ نعم فردي قوائم مفتوئة لكن أليس إنجازاً جزئياً هذا الدكتور أن يتحول من نعم إنجاز جزئي بالمعنى العام بالمطالب العامة لكن عندما تأتي على مستوى القضاء وبالتالي أنت عندك مشكلة كبيرة بالأقضية عندك أقضية يعني كبيرة جداً وعدد نفوسها صغير صغير جداً صحيح أكو أقضية يعني أكو أقضية عدد نفوسها كبير جداً وهو قضاء ممثلة واحد نعم وأكو قضاء صغير جداً يعني قضاء مئة ألف وقضاء سبعمئة ألف هذا يمثلهم واحد وهذا يمثلهم واحد نعم والنسبة أعلى الأصوات مشكلة أيضاً كبيرة فرسين زاد واحد نعم وكانوا يريدون المتظاهرين أنه يجب أن يفوز يجب أن يأخذ خمسين بالمئة من الأصوات زاد واحد يالله يفوز وهذا منطقي على الأقل أنت عندما تمثل منطقة معينة حتى لو كان قضاء نعم عندما تمثل على الأقل نصف سكان هذا القضاء أما مقتنعين بك نرشعيك صحيح زايداً واحد يعني أكثر من النصف حتى يرشعوك لأنه أنت أما أنه أنت إشاركون يعني أخذ من القضاء مئة ألف إشاركون عشرين ألف واحد حصل ستة ألاف صوت صوت نعم واحد حصل خمسة ألاف صوت والله حصلت ثلاثة ألاف صوت أبو ستة ألاف صوت فواز فواز نعم هذا يمثل ستة ألاف واحد فقط نعم باقي أربعة وتسعين ألف من المئة ألف لم ينتخبوا غير مقتنعين به صحيح لكن هو يمثلهم هم لديهم خصومه معه غير قناعهم فهذه القضاء ولكن دوار متعددة ليست دائرة انتخابية واحدة دوار متعددة دوار متعددة جزء من اعتبروه مكسب للشام نعم عدا هذه لا شيء جديد وهذا اللي اللي واعتبروه البعض وهذه القوة نعم اعتبرت البعض وهذه القوة لتداخلها تبرتها نصر فتح الفتوح هذا انه حصنا لكم نصر قبلها حصنا ما عرف شنو استقال رئيس الوزراء نعم اولا استقال رئيس الوزراء لأن وصلوا إلى الزاوية الحرجة وصلوا إلى الحاط وصلوا إلى زاوية حرجة بالنسبة لهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ضحوا بعادر عبد المهدي من أجل أن يأتوا بشخصية أخرى ويقولوا حققنا لكم ما تريدون وتنتهي القضية واجهونا المتظاهرين بالحديد لنا لكن عوامل دولية دخلت وجدوا نفسهم في إحراج شديد ذهبوا إلى القانون الآن بالقانون لعبوا لعبة كبيرة كيف دكتور لذلك هو هذا هذه اللعبة نعم ولكن يعني الحلبوسي مرر هذا القانون دكتور في البرلمان كما تعلم على الرغب من انسحاب النواب الأكراد طبعا هذا واحد من المضحكات المبكيات أنه رئيس مجلس النواب يصرح تصريح مضحك مبكي معرف يعني إذا شفت البارحة رئاسة مجلس النواب هو غير جالس فيها هو جالس في النواب نعم عندما سألنا لماذا هو صرح قال أنا حتى لا أحسب على طرف أنت رئيس مجلس النواب إذا كنتم أنتو ديمقراطيين وبلد حر ومنتخبين وأنت رئيس مجلس النواب أجلس في مكانك شنو تروح تقعد حتى لا تحسب شنو تحسب أنتو ديمقراطيين وأنتو الرأي والرأي لآخر وقناعاتكم وطنيين والتزب شنو أروح أقعد حتى لا أحسب علي مني حسبك بيناتكم إذا أنتو بيناتكم يعني مثلما تقول يعني الكلام الشعبي العراقي واوية بيناتكم قضايا وبيناتكم يعني تفاهمات وببيناتكم فبالتالي ترجع إلى القانون تجد في هذا القانون أن كل الأحزاب نفس الأحزاب نفس القدرات هو ويقول لك أنت فردي لكن نفس الأحزاب ستبقى هي لديها القدرة لأنه هي لديها القدرة المادية والسياسية والقمعية والسلاح والتأثير والتهديد والتخويف بديها فبالتالي حتى الفردي ما رح يقدر ينافسهم يعني هذا الفقير اللي دي ظاهر هذا الثوري ثائر هذا اللي الولد الشاب هذا من يلاه هو بجيبه ماكو خمسمائة دينار هذا من اللي يسوي دعايا انتخابية ومن اللي يسوي مقابل واحد من هاي الأحزاب ومن هذه رؤساء العشائر والمناطق العشائرية وبالتالي هذول سيكونون هم المسيطرين وهذه الأحزاب الكبيرة هي المسيطرة النفس ولم نفعل شيئا وكأنك يا أبو زيد مغزيت القانون افتار هذه اللي أتحدث عننا نلبسه بدلة بلون جديد فقط نعم يعني هي نفس الغرض من لذلك البعض انخدع دكتور قال يعني هذا إنجاز يعني تقسيم العراق لدوائر متعددة عفوا دكتور أنه ممكن أن يفتت هذه الأحزاب والكتل الكبيرة أنه هذا تقسيم دوائر متعددة لأنه انت فيل في الأقضية ستذهب يعني وقلت لك هاي الأقضية أقضية صغيرة أقضية كبيرة والقضاء اللي أقل من مئة ألف سيود مجمع قضاء بصفة والقضية غير شكيل وعدنا المناطق المتنازعة عليها ولأكراد رح يقولون هاي أقضية وأسماء أقضية وهي ما معترف بها ومن يحدد هذا وأنت ما عندك ما عندك أحصال السكان ما عندك أحصال السكان أنت ما عندك ما مسوي أحصال السكان فأنت ما تعرف عدد السكان وما تعرف عدد الأقضية وما معدد الأقضية نعم والأقضية ضائع وبالتالي أنت العدد أنت تريد تقلص عدد النواب في مجلس النواب سيزداد العدد لأنه أنت كل مئة ألف كل قضاء ممثلة واحد وأنت عندك ما ذلك قدر 50 قضاء مدل 60 قضاء وكل واحد راح تقدم إلى مجلسة 500 واحد ما ذلك 450 واحد لأن أنت حسب عدد نفوسك لكل مئة ألف واحد وأنت عندك ما ذلك هم يتحدثون عن أكثر من 40 مليون إلا عن نفوس العراق وبالتالي شوفوا ما ذلك قدر العدد هذا ما قلته لذلك أنا كنت أتمنى من الثوار أنهم يقدمون قانون ونعم سيرفض لكن على الأقل سيقولون قدمنا قانونا ورفضة فإحنا هذا القانون المتمسكين به هذا قانون الانتخابات المتمسكين به ليس هذا اللي عدته هاي الطبقة الفاسدة هذا الفرق الآن من حقهم أن يرفضون وهذا الرفض وأنت تتحدث تقول لي أكو ناس يعني ينخدعوا بي لا ينخدعوا بي هم يعرفونه لكن روجوا له روجوا له في الساحات بطريقة أنه هذا نصر انتصار هذه كذبة كبيرة هذه محاولة للتعمية محاولة لركوب الموجة محاولة للقول أنه الساحات التحرير مملوكة لقوى معينة هذه كل العملية ولنشاهد دكتور ومشاهدين الكرام بعض هذه المشاهد لرفض قانون الانتخابات من المتظاهرين والناشطين وهذا نموذج من محافظتي الذقار والقادسية فلنتابعها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وإبقائهم على تسويت الخارج المثير للغاق وبدوائر على مستوى القضاء دون الكتابة السكانية والفائز على الأسوات دون الحاصل على أكثر من خمسين بمئة من الأسوات والسماح لمزدوج جنسية بالمشاركة بالانتخابات وقانون الانتخابات إذن شاهدنا مشاهدين كرام نموذجين لرفض الشعبي لناشطي وثوار تشرين على قانون الانتخابات من مدينتين ناصرية والديوانية كيف تعلق دكتور رفا على هذا لاحظت أستاذ ناصير الاعتراضات عليها كبيرة جدا نقاط الاعتراض كبيرة قوة الأمنية ومشاركتها الانتخابات الخارجية كثير من النقاط المزدوج الجنسية اللي كانوا مشاركين في العملية السياسية هذه كل مراعة لذلك أنا أقول الآن الغالبية العظمى من الثوار قد رفضوا هذا القانون على من وسأخذ بقولك ربما انخدعوا سأقول انخدعوا سأقول لم يقرأوا القانون وكانوا مستعجلين في في الإعلان عن رأي كانوا مستعجلين جدا وانخدعوا واعتقدوا أنه يعني حقق مطالب الثوار فلذلك هللوا له البعض سأقول انخدعوا وسأقول غير مسيسين غير موجهين بهذا الاتجاه سأقول هذا لكن الآن بعد مضي هذه الساعات عليهم الآن أن يتراجعوا إذا كانوا قوى وطنية مثل ما يدعون وحريصين على الثورة وحريصين على العراق وحريصين على أن يكونوا ضد الفساد ومثل ما ينادون شلع وقلع يزيحون كل الفازدين والمخربين والأحزاب هذه الثورة خرجت قالت لا نريد لا أحزاب ولا نريد هذه القوى وأنتوا تقولون نحن معكم طيب إذا كنتم معهم عليكم أن تتراجعوا وتثبتوا وطنيتكم أولا لا تحتاجون إلى ركوب الموجة ستحتضنكم هذه الموجة الكبيرة وستقولون جزء منها وجزء أساسي منها إذا ما رفضتوا وتراجعتوا عن رأيكم ورفضتوا وقفتوا مع الجماهير عليهم أن يحددوا موقفهم نعم يرفضون الآن ويحددون موقفهم وطنيا أن يقولوا نحن قوى وطنية فعلا قوى مثل ما نقول نفعل لأنه الآن مفترق طرق صحيح إما أن تكونوا مع القوى التي يعدت هذا القانون وهذه قوى موبوئة ولديها أغراض وارتباطات والتوجهات تبدلت البدلة ببدلة من لون آخر لكن نفس الغراض تؤدي نفس الغراض بس الشكل تغير وأنتوا ضدهم إذا أنتوا ضدهم وذولا مو وطنية فقولوا نحن أخطأنا كان فرحنا أو هذا كنا نعتقد وهذا ما بيشي ليس عيبا أبدا معيب بالعكس هذا الإصرار عليه هو العيب نعم لكن التراجع عنه والاعتراف بأنه هذا خطأ تقييمنا كان إلى خطأ الحقيقة والآن بعد ما درسنا وجدنا أنه لا ما يتجاوب ونحن مع الثوار قبل فوات الأوان قبل فوات الأوان أنتوا قوى وطنية وهناية ما يعتاج لا تركبون الموجة ولا معزون الموجة ستعطيكم ستقول لكم تعالوا يعني ستأخذكم في وسطها وستكونون جزء منه والغد والمستقبل ستكونون أنتوا جزء من عنده لأنه أنتوا جزء من الثوار اثبتوا في ساعات الحرج وساعات الضيق أنه أنتوا مكون وطني مكون ثوري مو مكون دخل إلى الساحة لكي ينال من الثورة وينال من الثورية لصالح لصالح العملية السياسية من مثل ما فعلتم سابقا في 25 شباط وغيرها أو كثيرة تاريخ لندع التاريخ لأن الحديث بالتاريخ سيجرنا إلى مصائب كبيرة لكن الآن نتحدث ما دمتوا أنتوا تقولون نحن قوى وطنية ونحن مخلصون للثورة ونحن جئنا إلى الساحة لنكون مع الثوار ونحن جزء من عندهم ونشعر نحن جزء من عندهم والعراق عراقنا وهذا وطننا ولا نقبل أن نفرط به وذولا كلهم سياسيين فازدين ومخربين ورغم كل الملاحظات رغم ما عدكم من نواب ورغم ما عدكم من وزراء ورغم مشاركتكم بالعملية السياسة الآن حد فاصل مفترق طرق صحيح الآن نقولوا نحن تقييمنا كان مصحح ونضموا إلى القوى الوطنية وكونوا جزء من عندهم نعم جزء من هذه الموجة الكبيرة اللي سترعاكم وترعى العراق وسيكون بها خلاص العراق هذه ثورة وطنية عراقية وانتم تعرفون جيدا لا تتفعلها لا أمريكا تتفعلها ولا إيران تتفعلها ولا أحد يتفعلها وهي ضد كل هذه القوى وكل مصيبة العراقية من جراء إيران وأمريكا وجراء هذا التدخل الخارجي وجراء هذه القوى السياسية وانتم تعرفون وهذا والذي طلع لكن هذه القوى السياسية لا تزال تحاول دكتور وتصارع نعم خلية اختيار قضاءة لمفوضية الانتخابات هل تكشف عن تمسك أحزاب السلطة في هذه العملية السياسية البائسة بالتأكيد أستاذ نصير هذا اللي كنت أتحدث أليه من البداية لأنهم مستقتلين هناك حالة من الاستقتال للبقاء على الكراسي لبقاء العملية السياسية لذلك غيروا سين بصاد من القضاءات غير والقضاءات هؤلاء مثلما ظهر كلهم تابعين لأحزاب وقوى تابعين لهم حتى بالمفوضية نعم وبالتالي هذه المفوضيات وحتى يعني النقاط الانتخابية لاحظ حتى بالقانون هذا يعني المناطق الانتخابية من يحددها؟ تحددها الدولة تحددها هذه الحكومة وهذه الأحزاب تحددها منطقة انتخابية تحددها منطقة انتخابية ولعب هناك مساومات ستحدث هذا القضاء الذي يذاكئ لك والتالي ستعاد نفس الوجوه نفس العملية بنفس الطريقة وستستمر العملية السياسية إلى ما لا نهاية إعادة تدوير هذه النفايات مرة أخرى لذلك أنا أقول من يدعي الوطنية من يقول أنه وطني من يقول أنه مع الشعب من يقول أنه أنا عراقي من يقول أن تمي للعراق من يقول أنه أنا ضد كل هذه التدخلات الخارجية عليه أن لا يقبل بتدوير هذه النفايات هذه النفايات نعم وهذا شعار الشعر العقل يجب أن ينفذ على ذكر التدوير الدكتور كيف تنظر إلى انسحاب قصية السهل والترشيح أسعد العيداني بدل على هذه نفس المحاولة الشعب رفضه نعم وحتى بداخل قواهما السياسية هم معدوم صراعة بهذه القضية الآن قدموا أسعد العيداني يعني الشعب واضح يقول لكم قدموا واحد غير مشارك بالعملية السياسية غير سياسي غير تابع لأحزابكم غير تابع لمحاصصاتكم يقدمون نفس الوجوه أسعد العيداني محافظ لهذا واحد من الشغلات المضحكة الموكية هذا عنده منصبية من الدولة هو نائب مجلس النواب نعم هو فاز في الانتخابات السابقة قاله فاز وعنده مقعد مجلس النواب وهو في نفس الوقت محافظ هذا لا يجوز دستوريا لا يجوز طبعا عند وظيفة تنفيذية وظيفة تشريعية هذه مصايرة بكل الدنيا نعم يعني هم يقولون الفصل بين السلطات طيب هذا وهم يعرفون هذا الكرسي بالسلطة التشريعية وكرسي بالسلطة التنفيذية الآن الذي يجيبوه رئيس وزراء هددات إيران ما هو جزء من إيران هو كان بإيران نعم وهذا جزء من يعني التاريخ ترى واضح والعالم يعرفوه ثاني اندعنا من كل هذا هو ماذا يحقق للبصرة ما ذول هل البصرة يعانون البصرة ثاروا عليه يعني ما أهل البصرة يعانون صحيح أنتو تريد تجيبه يعني تجيب الفساد والضيم ما للبصرة تريد تجيبه أنه تقعد على العراق كله ما هو بالبصرة ما مقدر يسوي شيء هو جزء من هذه المحاصصة الحزبية المحاصصة الطائفية المحاصصة التي دمرت العراق نعم بالتالي يعرضون هذه الوجوه مرة أخرى إعادة التدوير هذا التمسك بالعملية السياسية رهيب يعني مثل ما يذكرنا هذا بالمالكي أن ما قال أني أعرف الأرهابيين وأقدر وفايلاتهم جوائدية وملفاتهم أحدثت نعم وأقدر أروح آني المجلس النواب وأقول لهم فلان هذا ملفك إرهابي أنت بس أنا خوفاً على العملية السياسية تصريح دينه يعني هو يتستر على الجري أنت تستر على الأرهابيين تتحدث عن الأرهابيين أرهاب أرهاب هذا العالم كل ما يقبله أنت تعرف الأرهابيين وتقول لي أعلموا دي العملية السياسية شنو هاي العملية السياسية شنو النازل من السماء تخبر الله يعني قضية غريبة عجيبة عندهم شيء العملية السياسية لماذا العملية السياسية لأنها تضمن مساحات المكاسب مساحات النفوذ مساحات تحركهم مساحات استحواذهم على العراق مساحات تجعلهم أو تهيئهم لتنفيذ أو تسمح لهم بتنفيذ مشروع تدمير العراق وهذه الحالة من عامة 2013 لحد الآن وبالتالي الشعب طلع عليهم بهذه الطريقة الأموال نهبت فساد أعلى ما يمكن فساد سياسي فساد اقتصادي فساد اخلاقي فساد مجتمعي وديني وكل الاتجاه سنكمل ذلك دكتور اسمح لي مشاهدين الكرام فاصل قصير ونواصل هذه المتابعة الخاصة عن أحداث وتطورات ثورة تشرين كنوا معنا مشاهدين الكرام تعرض موقعنا الالكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد ولما يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه المتابعة الخاصة من الرافدين عن آخر تطورات ثورة تشرين وعن مجدد تحية بالدكتور رافع الفلاحية البحر والكاتب السياسي حياك الله دكتور رافع كتور لابد من الإشارة أيضا في قضايا التحقيق في اختيال شهداء الثورة ثورة تشرين منذ انطلاقها ليس هناك حتى الآن أي نتائج بينما تذكر حادثة الوثبة يعني مباشرة تم التحقيق في هذه الحادثة يعني لماذا أرواح الشهداء هل رخيصة لهؤلاء أنا أشكرك سيد نصري لأنه هذا في جزء يعني ضمن الإطار نتحدث به نعم يعني هم يعني لديهم مكيالين في قضية واحدة نعم يعني يتحدثون في نفس الوقت مع الثورة ومع المتظاهرين ويقتلونهم نعم يقتلونهم ويعتبرونهم خارجين عن القانون وباللييل يقولون عنهم شهداء يصدرونهم يقولون ذول اعتبرناهم شهداء يحاصروهم في كل مكان ويضربوهم ويقولون يعني مو إحنا وذول ثورة ووحونا والله وكذا وقوى وطنية يتهمونهم بأنهم عملاء للخارج وابناء السفارات ويهدونهم الميليشيات يخطفهم وقتلوهم ويتحدثون عنهم بلغة شباب نوعي وكلام متناقض شيء ونقيضة شيء ونقيضة في نفس القضية هذه القضية مئات طبعا وهذا يعني منهجهم من عام 2003 لحد الآن إذا عندك قضية تريد أن تسوفها يشكل لها لجنة وهذا هم متمسكين بهذا المبدأ بهذا العمل بهذا المنهج للعمل أي قضية يريدون يسوفها يشكلوا لها لجنة يقولون شكلنا لجنة ويخلون أسماء وهمية وربما يصرفون لهم أموال عليها طبعا هذا جزء من الفساد أيضا يخلون سين وصاد وعين وثلاثين وواحش أسماء باللجنة ويصرفون لهم رواتب ويصرفون لهم مكافأة وهم لا يفعلون شيئا نفس القضية في قضية التظاهرات شكلوا لجنة لمعرفة من القناصين من يقتل الناس من هؤلاء القناصين نعم اللجنة لحد الآن صار ثلاثة شهر من واحد عشرة لحد الآن نعم لم تظهر أي شيء أي نتيجة لم تظهر حتى اللجنة التي تشكلت برئاسة يعني هذا وزير التخطيط الذي يشغله ورئيس اللجنة لا أعرف يعني ما علاقته بالموضوع نعم هل هو يعني مسؤول أمني مسؤول هذا المنطق الغريب العجيب لماذا هذا وعندك وزير الداخلية ووزير الدفاع ومن وطني ومن وطني لماذا هذا وماشي خلاص هو نعرف ليش هو ضعف الحلقات أرادوا أن يقول تقريراً وبعدين يذبوه برقبته يعني نعم كبش فتاح حتى يقول لا ظلموا وبعدين العالم تحشي عليه يقولون هاي هو السبب يعني رئيس اللجنة إحنا ديمقراطيين وحرية ومطينا كل الحرية هو أعد التقرير لكن مع ذلك سكتوا عن التقرير لم يظهر شيء من التقرير ولكن عندما يريدون أن يكشفوا حقيقة يكشفونها نعم قالوا شكلنا لجنة للتحقيق في قتل المتظاهرين في سينك شكلنا وطبعاً هم قطعوا الكهرباء ودخلت الميليشيات ولديهم كاميرات وتحدثوا عن كاميرات موجودة في بغداد واصل أعداد هذه الكاميرات إلى مئات الآلاف من الكاميرات موجودة في الشوارع نعم موجودة ولديهم غرف أمنية هذه لمراقبة المناطق وبالذات مناطق التظاهرات يعني آلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف من الكاميرات إذن ما المشكلة هذه تسهل لهم العملية واضح وهذه الكاميرات هم تحدثوا عنها فترة قالوا حتى لو الدنيا ظلمت سوات هي تصور وتصل إلى الوجوه وأرقام السيارات من بعد ثلاثة كيلومتر تجيب لك رقم السيارة وصفات ومواصفات واستوردوها بملايين الدولارات لهذه الكاميرات لأجل الضبط الأمني لكن عندما صارت الوضعية هذه الكاميرات كلها لم تأتي بشيء لم يقولوا أن الكاميرات من ذولة من ذولة القناصين من ذولة الميليشيات اللي دخلت شون قتلوا العالم ست ساعات سبع ساعات أكثر حوالي تسع ساعات هم بالسينك والقوات الأمنية على بعد جسر السينك في وسط جسر تبعد عنهم أمتار لم تعبر هذه القوات والناس تستغيث لا أحد يتحرك في الناصرية بعثوا واحد يعني الأوامر اللي عنده اللي موجودة عنده اشرب من دمه واحد يعني متعطش لدماء الناس متعطش لدماء العراقية ومخالي لرتبة تريك الشمر خالي لرتبة بغض النظر لكن هو عنده أوامر هو لا يمكن يعني هذا الفريق الشمري بيريش ما يكون اسمه هو يستطيع أن يتحرك ويقتل الناس لم يكن النظام صحب والبيئة الحاضنة إليه تساعد على هذا القرار يعني هو لو بنظام ديمقراطي فعلا ونظام بعدالة وحقوق واحترام للناس واحترام لحقوق الإنسان مثل ما يدعون مثل ما يقولون أنه دستور هذا الدستور الكسيح هذا يقولون هو يضمن كل هذا لو كان هذا الحقيقي لا يجرؤ هل يستطيع هذا ويجرؤ أن يفعل هذا لكن هو يعرف هذه مدولة هذه عصابات وهو جزء من هذه العصابات وهو ينفذ أجندة ومطلوب عنده روح شرب من دم العراقين وكتل له 70-80 واحد من خيرة شباب أهنب الناصرية شباب مثل الورد معتصمين دخل لهم من الجسور قتلهم وطلع من ذاك اليوم إلى حد اليوم مختفي شون مختفي مختفي ما ندري بوين مطلوب علي القاقبض ما أعرف القاقبض ما أبقى قبض مختفي طيب وزراء وقائد 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 وناشد وإطلاق صراحة من تناشد هذا مدير عام عندك بالداخلية اختطفت الميليشيات من الشارع أخذوه ورقبوه بسيارة وراح وأنت تقول لأني دولة قانون وأني عندي 17 جهاز أمن وعندي مليونين جندي وعندي هذا الميليشيات اللي سموها حشد شعبي ومعرف منه أتكم ثلاث ملايين اربع ملايين واحد بالشارع مسلحين والشعب كل مسلح وثالث يختطفون مدير عام وشكلوا لجنة أيضا قالوا لنا ليش اللجنة منه اختطفة خليقلونا كلها بدون نتائج خليقلونا منه اللجنة التي اختطفت هذا المدير العام عوفوا من المتظاهرين ذولة ولد الخائبة هذا من اختطفو ورجعو من اختطفو هلول بالسنة كمان لكن ساعة الوثبة صارتها بغض النظر عن الولد هذا شنو بغض النظر أنا لا أتحدث عن هذا لأنه القصص كثيرة لكن ترتيب هذا الوضع وجابوا خمسة وستة واعترافات وطلعهم بالتلفزيون والتلفزيون الحكومي طلعهم يعترفون شنو ها شنو السرعة والكاميرات جابتهم وصورهم طيب هذولا تقدرون لكن اللي قتلوا بالناصرية ما تقدرون اللي قتلوا بالسنة ما تقدرون اللي قتلوا بالناصر اللي يقتل مهم دي أنها ميليشياتهم التي تقتل هذا الوضع اللي يضربون هذه القنابل المال الغاز اللي على الرؤوس ما تعرفوهم كلهم كلهم تعرفوهم كيف سيواصل دكتور المتظاهرون يعني حتى نجاح ثورتهم وسط هذه الدولة دولة ميليشيات الآن كيف يواجهونه هو هذا هذا الموضوع خلاصة في كل هذا الكلام أنه من يتصرف هكذا لا يمكن أن تثق به أن يعد لك قانون يعني من هلل والآن هو هذا رجع اللي يهلل والذي صفق وقال هذا قانون لا يمكن لأنه بالمنطق بالعقل بكل القياسات نعم أنت تواجه سلطة من هذا النور كيف يمكن أن تتوقع منها أن تعد لك قانون يتناسب وطموحاتك وطلباتك لا يمكن هؤلاء تبروك عدو نعم وهم يواجهونك كعدو حجة البرلمان دكتور أنه هذا التغيير الأمثل وحجته قال أنه هذا التغيير ممكن في ظل ما تسمى قرعة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات هذه حجة مجلس النواب هذه حجة مجلس النواب النجس حجة ومو جزء من العملية السياسية هم أعضاء مجلس النواب من هذه الأحزاب وهذه القوى التي تؤلف العملية السياسية فكلهم متقاسمين هذه المناصب والكراسي استناداً إلى هذه الوصف السام التي قتلت العراق التي وضعها أبو لبريمر الأمريكي المحاصصات والمجلس الحكم لحد الآن يستطيعون أن ينقروا هذا والآن يتهمون الناس لا أنتوا أمريكان أنتوا تابعين إسرائيل أنتوا جاءتوا بالقطار الأمريكي والدبابة الأمريكية والطيارة الأمريكية أنتوا الأمريكان جاءوا لكم وإيران جاءتكم والعالم كله تعرف على من تدعون يعني الشعب العراقي يعني أنتم مقدرتوا تقتلون الشعب العراقي كله وأجياله وتبحون ذكرته وتنتهي القضية وجبتوا أجيال جديدة لا تعرف التاريخ وتبدو نتسلفون عليها لا العالم موجودة واضحة والآن صور موجودة وأفلام موجودة والعالم صار قرية صغيرة مثل ما يردون وكل شيء موثق ويعرفوكم واحد واحد فأنتوا بالتالي أنتم عملاء هذه القوى وهذه القوى من حمدكم طوال هذه السنين والآن الشعب ثار ضد هذه القوى ثار ضد هذا النظام الذي جاء من 2003 إلى حد الآن الذي سلبهم كل شيء لذلك دائما ما نقولها والثورة قالتها مواني أقولها ثوار ذول الشباب الحلوين الذين كلهم وعي وكلهم إدراك وكلهم فهموا ومعلومات وخبرات ورغم صغر عمرهم رغم صغر عمارهم لكن كلهم قدرة وتعبير عن عراقية من أجمل ما يمكن يعني تعبير عن عراقيتهم بأجمل صورة هؤلاء قالوا أنه هذه الفترة ما يقرب 17 سنة لم تمر على العراق مثل هذه الفترة سوداء في تاريخ العراق كله ما مرت بيها ظلم وبيها خراب وبيها سرخ وفساد ونهب وتزوير والدعاءات وكذب لا يمكن لا يمكن القبول بها فبالتالي ذول خرجوا لأن هذه قوى خارجية أرادت أن تصمم هذا وتضعف العراق لهذه الدرجة نعم ويريدون أن يستردوا هذا الوطن كافي ولكن هناك من يدعي دكتور من بعض النواب أنه مستقل أو معارض لهذه العملية السياسية ويدعي أن هناك من المتظاهرين من يرشحه لرئاسة المؤقتة لمجلس النواب وأنه الأصلح لأنه يعرف هذه الطبقة السياسية الحاكمة ويستطيع أن يعبر إلى بر الأمان في هذه المرحلة المؤقتة يا سيد نصير وهذه الرسالة وجهتها الثورة نعم يعني هم كانوا يحذرون دائما لا تخلونا في هذا الوضع لأن هذا الوضع يودينا المجهول يودينا المربع الأول مع الكلام هذا المجهول يتحدثون عنه وهذا المربع الأول أهون وأكثر سعادة وخير للعراق من هذا الوضع الموجودين بي الآن الوضع البائس هذا نعم والتعامل مع هؤلاء ليس صعبا لأنه هذا الرحم العراقي ولود هذا الرحم العراقي اللي جاب العلماء وجاب المثقفين وجاب الشعراء وجاب الفنانين وجاب العلماء وجاب رجال الدين كل هذول جابهم كل هذه الطبقة الجميلة جاب هذا العراق الجميل هو العراق لا يمكن أن يكون إذا مو بعراقيين وهذا العراق اللي نمى ونموا به العراقين وحمله على روسهم هذا لم يأتي اعتباطا هذه بهذا الرحم الجميل الرائع اللي ولد كل هذه الأجيال من العراقين وآخر هذا الجيل الرائع الجميل اللي خرج يوم واحد عشرة واللي يقدم دماءه وما زال يقدم وبعدين يجازوه بقانون مثل هذا يوازي دماءه ويوازي تضحياته ويوازي هذا السهر والضيم والأذى يوازيه بهذه الطريقة فهؤلاء يستطيعون التعامل مع أصعب الحلقات هم يعرفون من البداية إزاحة كل هذه الطبقة والأتيام بمشروع وطني عراقي جديد وهذا بسيط وهذا موجود بالساحة هذا وجودهم بالساحة تسمح وتافاتهم وتشوف شعاراتهم المكتوبة أنت تعد مشروعاً وطنياً لهذا المشروع الوطني واضح لا يحتاج هو مو الغاز مو لغارتمات هو موجود واضح يعني مو فقط قضية صعبة وطلاسم لا مشروع واضح وبسيط ولا يحتاج إلى جهد كبير وهم قالوا الناس وشعاراتهم ولافتاتهم في كل مكان واضحة وجوههم ذول الشباب الحلوين بنات وولد ذول هم المشروع الوطني هم ذول البذرة الجديدة اللي يبني العراق وهذا العراق ما له مو مالكو هالعراق ما لذوله ما لذول الشباب ذول اللي لا سنة ولا الشيعة ولا أكرد ولا عرب ولا عراقيين ما يعرفون غير العالم العراقي ما يعرفون إنه إلا محبة العراق ومحبة كل عراقي هذا المخلص الأمة وأبوه ومخلص الدينه ومخلص الشعبه ومخلص النفسه اللي متفهم هو هذا العراق المطلوب مو هذول اللي متعرفوا شين هو متعرفوا شجاي متعرف كم شيطان براسه متعرف وين يريد وديك متعرف ارتباطاتها بشم جهة وشيكها اللي بتجيبه وشين طلل مصيبة مصيبة كارثة كبيرة وفي يوم من الأيام ستأتي الأيام وأكيد ستكشف ملفات ستذهل الناس من هؤلاء من وساخة هؤلاء وما فعلوه في العراق مصيبة كبيرة مصيبة والله ما ننطي للعراق احنا دفعناها ايه دماء دفعتوا عليها دفعتوا عليها دماء فاسدة انتوا دفعتوا من أجل هذه الكراسي اللي تبقون بها العالم وتبقون نصيب العراقيين تبقون حياتهم وتقفرون عليهم الأفق وتقفرون عليهم الحاضر والمستقبل تحدثون عن دماء دفعتوها ايه دماء دفعتوها جتوا الامريكان بخيانة والآن تدافعون عن منهج أعوج منهج يذل العراقيين ويذل العراق ويجعل العراق مطيه الآخر ينضع في العراق وهذا المنهج اللي تريدوه دافعنا عن العراق ايش دافعتوا عن العراق العراق اللي دافعون عننا ذولا ولدنا بالشارع ذولا الشباب الحلوين ذولا اللي يعرفون شون يدافعون عن العراق يبنون العراق يبنون لمستشفيات يبنون لمدارس يبنون طرق ويبنوا له كل شيء جميل كل شيء يعز المواطن ويعز أهله ويخلون اللي بره يرجعون والكل تقعد ووطنهم واحد ولا يكون منافسة ولا يكون منافسة في العمل والشرف والإخلاص هذه هي الحقيقة شكرا جزيلا لك دكتور رافع علم فلاحي الكاتب والباحث السياسي وشكرا لمتابعتكم مشاهدي رافدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة